على مدى أكثر من أربعة أعوام بقيت منافذ تعز موصدة في وجه أهلها وشرايينها مقطعة بحراب ميليشي الحوثي التي لم تكفها القذائف في محاولتها إخراج تعز ومواطنيها من المعادلة اليمنية أكثر من أربعة أعوام ومدينة تعز تعاني حصارا خانقا لتتحول بفعله حياة الناس إلى رحلة طويلة من المعاناة اليومية اضطر سكان المدينة إلى إيجاد منافذ بديلة من أجل الوصول إلى مناطق لا تفصلهم عنها سوى دقائق طرق طويلة تعني معاناة أطول وتكلفة أعلى من المال والأرواح المزهقة على هذه الطرق الوعرة بفعل البعد عن مراكز الرعاية الصحية وفيما كانت التكلفة الإنسانية تتعظم كانت ميليشي الحوثي تنكر قيامها بحصار المحافظة حتى أنها لم تستجب لجهود الأمم المتحدة ذات الصلاة بتاعز ولم يتم تحقيق أي تقدم في هذا الجانب على الرغم من كونه ملفا دائما على طاولة جميع جولات المباحثات مع الحكومة مؤخرا أعلنت ميليشي الحوثي استجابتها لجهود وساطة قام بها عدد من الشخصيات المحلية واعلنت استعدادها لفتح هذه المعابر لكن ذلك لم يتم حتى اللحظة وليبدو أنه لن يحدث قريبا ففي حين عملت السلطات المحلية في تعز على إزالة الحواجز من المواقع التي تتمركز بها قوات الجيش الوطني استمرت ميليشي الحوثي في نشر نقاطها في الطرف الآخر ونشر قناصيها على سقوف المنازل وهو ما يشير إلى أن الميليشية كانت تراهن على تحقيق مكسب في هذه المبادرة برفض الجيش لها لتبدو كأنها ليست مسؤولة عن الحالة الإنسانية في تعز وبعيدا عن الأبعاد الإنسانية للقضية كانت المسألة تأخذ أبعادا إضافية منذ لحظة الإعلان عنها حيث رأى البعض في أن استجابة السلطات المحلية وقيادة الجيش في تعز لهذه المبادرة يجعل من فكرة استكمال التحرير وكأنها لم تعد مطروحة الآن أو باعتبارها تمهيدا للدخول في تسويات جزئية لا تمثل حلا حقيقيا لمأساة يقترب عمرها من السنة الخامسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر